عملتو نشيد بابا عملنا ممكن تسميها أغاني ممكن تسميها نشيد ممكن تسميها ترانيم لان احنا في وسط اللي احنا بنعمله فيه ترانيم عاملين ترانيمة لستنا مريم لانه زي ما بقول لها احنا الجمهور عندنا تلت الجمهور مسيحي سعر احنا لما عملنا اول ألبوم ووزعناه مجانة للجمهور عرفانا بدور الجمهور واللي عملوا معنا فما ينفعش انتجر فيه فطرحناه مجانا ووزعناه كتير من الجمهور شكرنا ان احنا خلينا اللي يوزع الالبوم مسيحيين ما خدناش بالنا احنا ما عملناش ده بس هو المصري دايما متربي كده وانت متربي في السعيد فيها مسيحيين وفيها مسلمين واحنا جمعة لوتي كمان في رمضان احنا الاثنين صايمين سوا دايما المزيق ده مصر عمره احنا كنا بنصحر في بيوت مسيحيين صح ما يمصر كده دايما وكنا بنفطر يعزمونا على الفطار علينا اصدقاء يعني اصدقاء ناشئين متربيين سوا التقسيمات دي تقسيمات تانية مش بتاعتنا ومش بنعرف فاحنا بنرجع يعني احنا لم عرض علينا حد انه يوقف التوزيع اقف واحدة تانية قالت يعني وانا اقف اقف فاكتشفنا انه مش عاملين ده خالص اكتشفنا انه كلهم مسيحيين اللي وقفين فالجمهور اللي حالفتها اللي واقع احنا مش قصدين لان احنا ما بنتعاملش بهذا التقسيم لان لو بنتعامل بهذا التقسيم ما نروحش الهند صح احنا في الهند بيتم دعوتنا في اكبر في اكبر الاماكن احنا ما بيجلناش مسلم في الهند احنا الحضور اربعين الف بس او ما نسألش لان انتي بتقدمي شيء انساني وانتي بتقولي انه في مناطق انتي في مناطق تماث للانسانية كتير احنا الانسانية واحدة فاحنا الدوائر اللي بتتماث فيها الانسانية بنكتمع فيها يعني كان فيه فترة من الفترات احنا بنكتشف فيما بعد ان الموسيقين في العالم على فكرة عددهم مش كبير وانه من سفر كتير نعرف الموسيقين في العالم كنا الشاطرين قصد حضرتك كده فدم دعوتنا من موسيقي في لوكسنبورغ فقال انه هيعمل حفلة تعميد لابنه عنده مولوط جديد هيعمل حفلة تعميد هل لو عزمنا هم مؤدبين بيستازم حضرتك الاول هل ينفع وطوله اه ينفع طيب خلاص احنا بندعوك ودعيين 25 موسيقى حول العالم جاب من ايرلندا حد واحدة عزيفة ارجون ايرلندا